موسيقى حياكم الله مشاهدين ما زالت فقرات صباح الشارقة مستمرة على هو مباشرة مشاهدين يعاني بعض الأزواج في المناسبات الرسمية كالأعياد والعطلات من مشكلة تنسيق الزيارات فلكل منهما أو لوياته وعائلة تنتظر قدومه مما يجبر أحد الأطراف التنازل ومرافقة زوجته أو زوجته المكان الذي اتفقى على يحول هذا الموضوع مشاهدين يسعدنا نرحب في الأستوديو بالأستاذ أحمد الشفيري خبير ومستشار التمييز والاستراتيجية صباح الخير وحياك الله معنا كل عامة الخير كذلك كل عام طيب أستاذ اسماعيل وشكر لكم هذه البرامج المتميزة جدا والتي تعنا برفع نسبة التلاحم الأسري في دولة الإمارات وستغل الفرصة أيضا أبارك لكل مواطني وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد السعيد وعادها الله علينا ونحن في أتم الصحة والعافية وكنا في هذا العيد ولله الحمد في فرحتين فرحة العيد ولله الحمد والفرحة الأخرى كانت شوفة والدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أعلى نهيان الله يسد دولة حفظها الله آمين يا رب حياكم الله وعلا وسلم الله يسر مكرب حياك الله بداية الموضوع الجميل الصراحة نتحدث في اليوم وهي ممكن يعني ممكن يكون موضوع بسيط ولكن يعني عدم تباين وجهات النظر والاتفاق ممكن تنشأ أن خلافاته توقع هذه حتى ممكن تكون من أكثر الأمور حساسة في أيام الأطلات والمناسبات الرسمية فهل بداية فيه قانون ممكن يحكم الزيارات يعني مسألة مخصصة للزوج هو من يتحكم في الموضوع أو الزوجة سؤال جدا مهم أخي إسماعيل العلاقات الإسرية في مجملها كتعريف هي عبارة عن أدوار تناطب الزوج أو الزوجة أو الأبناء وكل منهم له دور في هذا المكون في هذا الإسرق وبالتالي لو تم توطيح الأدوار بصورة صحيحة وكل مننا قام بالدور المناطبة على أكمل وجه ربما لم نصل إلى مثل هذه الإشكاليات ولكن عادة في مثل هذه المناسبات تدخل بعض العادات والتقاليد والأعراف التي ربما نتناقلها جيلا عن جيل فكل مننا يحاول أن يفسر هذا العرف لصالحه ولكن في مجمل الأمر لا يوجد قانون يعني يحدد مثل هذه الأنواع من الزيارات إلا بعض الأعراف والعادات والتقاليد التي اليوم نمارسها بشكل مستمر وأصبحت بالنسبة لنا عادة لأنه كما تدرون العرف هو أحدى مكونات القواعد القانونية فعندما يتحول هذا العرف إلى عادة مستمرة تستمر معها طبعا تنتناقلها الأجيال من جيل إلى جيل تتحول إلى عادة وإلى ممارسة أنه هذه الزيارات تصنيف الزيارات أو لويات الزيارة هل نبدأ بالزيارة إلى أهل الزوج أو نبدأ بالزيارة إلى أهل الزوجة وبالتالي تتناقل فعندما نجد أن هناك تعارض في هذا العرف أعتقد هو الذي يؤدي إلى بعض الإشكاليات ولكن في مجملة العلاقة أنا أعتقد أن العلاقة يفترض أنها بدات التواصل والزيارات تتحول إلى مكون أو إلى معيار من معايير سعادة الأسرة أعتقد أن مثل هذه الزيارات وفي مثل هذه المناسبات ربما فرصة نستقل لها لرفع نسبة السعادة في الأسرة نستقل لها أيضا لتوطيط العلاقات والتلاحم الأسري لأنه مثل ما تدرون أخي إسماعيل أختي علي اليوم الإمارات ولله الحمد من الدول القلائل في العالم التي لديها مؤشرات تقييس نسبة التلاحم الأسري وإحنا ولله الحمد أيضا نتبوأ أفضل مراكز في العالم في هذا الجانب ولازمنا محافظين على هذا الإرث وعلى هذا الجانب والله الحمد ومؤشرات التلاحم الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم تعطينا أولوية مقارنة سواء كان على مستوى الدول العربية أو على مستوى الدول العالمية فمثل هذه المؤشرات تجعلنا أيضا نعنى بمثل هذه الزيارات كيف نغرسها كيف نأصلها في نفوس أبنائنا وأيضا كيف نوجد لها آليات مشتركة فيما بين الزوج والزوجة حتى لا يكون هناك صدام أو يكون هناك اختلاف ما بين الإسراء الواحدة يمكن عند كل أسراء يختلف مثلا هذا الترتيب بنسبة أو أولويات الزيارة فهل مثلا تلتزم أو تسير الأسراء على هذا الشكل اللي تعودت عليه من الزيارة ولا فيه ممكن أوقات المناسبات والأعياد أنه تغير هذا النظام سؤال مهم أختي علي نعم فبالفعل أولا للتواصل هو أحدى مكونات العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية فلا شك اليوم فيه دراسات عالمية على سبيل المثال جامعة هارفارد في البلاد المتالي الأمريكي يعني قامت بعمل دراسة من أكثر من 70 أو 75 سنة وعلى شريحتين من المجتمع شريحة من الأغنية الطبقة البرجوازية كما تسمى وشريحة أخرى من الفقراء والدراسة هذه استمرت لأكثر من 75 عام ولا زالت مستمرة وجدوا أن الدراسة كانت تستهدف إلى البحث عن أسباب السعادة والبحث عن أسباب تمتع الإنسان بصحة جيدة وطول عمر أكبر فوجدوا أخواني نتائج مثل جدا وجدوا أن المكونة والمعيار الرئيسي للسعادة والمعيار الرئيسي أيضا في الصحة واستدامتها والمعيار الرئيسي لطول العمر أيضا وجدوا على أنه التواصل والعلاقات الاجتماعية الجيدة أحنا أيضا في مجتمعاتنا أيضا العلاقات والتواصل يفترض أن تكون علاقات مستمرة ودائمة وهذه العلاقات هي نوع من مكونة اليوم مكونة المعيشة والحياة حتى تستمر وحتى تتناقل فيما بين الأجيال فبطبيعة الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه كمكون على أنه إنسان اجتماعي متواصل وبالتالي الإنسان الشهادة والإنسان هو الإنسان المنطوي الإنسان المنغلق والإنسان البعيد عن الآخرين لكن في أثناء العياد مثلما تفضلتي أيضا أو في أثناء المناسبات لها نكا خاصة ولها أقدر أقول مكون خاص وتغوص معينة فنحن ندري بطبيعتنا في مجتمع الإمارات بأنه عادة الزيارة تبدأ كأولوية إلى أهل الزوج ومن ثم حسب الاتفاق تقوم العائلة في اليوم الثاني أو في نهاية اليوم الأول بزيارة الأهل الزوجة ولكن اعتقدنا وجد نظري أنه سواء كان الأهل الزوج أو أهل الزوجة في نهاية الأمر هناك أسرة واحدة مكون واحد هنا زيارة للجد والجدة وهنا زيارة أيضا للجد والجدة وهنا الأخوال وهنا الأعمام فالمكون واحد والعائلة واحدة واعتقدنا وجد نظري أنه وجود عوامل مشتركة وقواسم مشتركة وخطوط معينة للعائلة هي التي تجعل الرؤية واضحة في ترتيب مثل هذه الزيارات جميل أستاذ نتكلم عن مدة الزيارات وكيف ممكن نحدد يعني مدة الزيارة لبيت الجد والجدة وبيت الزوج وبيت الزوجة حتى لا نقع في المشاكل مثلا حتى وقاتل بعض السيدات خصوصا لا والله أنا أروح بيت لا نقعد عند أمي أربع ساعات ولا عند قوم أمك بس ساعة صحي أتوقع هذه المشكلة بعد ممكن أو خصوصا أستاذ سيف أن كثرة الزيارة مثلا بيت الجد والجدة هم الأماكن يتوجهون لها كل أفراد العائلة مثلا لو عندهم سبع أبناء كل سبع أبناء كيف ممكن إحنا نوجبهم في العيد لكن في نفس الوقت نكون خفاف عليهم بعد صادقة فعلا وكثير من المشاكل تحصل في هذا الجانب ولكن نحن في مجتمع دوت الإمارات أعتقد ما نعاني من هذا الجانب أتوقع بشكل عام هناك مؤشرات طبعا أو استطلاعات تدل على أن التلحم الأسري في دوت الإمارات وصلت نسبة إلى 80% وهذا مؤشر جيد كما أن المؤشر هذا مركب يقيس أيضا مؤشر علاقة الأبناء بالآباء وعلاقة الأحفاد بالأجداد نحن والله الحمد حصلنا على مؤشرات جيدة مثلا علاقة الأحفاد بالأجداد بلقت نسبة 88% وهذا مؤشر جدا ممتاز وريادي على مسؤول العالم لكن توقيت الزيارة أنا أعتقد وجد نظري أنا أرى أنه بالذات الزيارة العائلية نحن في دوت الإمارات نتكون أو مجمل أسرنا هي عبارة عن الإسراء الممتدة الإسراء عادة تتكونة والإسراء بشكل عام هناك تسمى الأسر النواه وهذا الإسراء مقتصرة على الزوج والزوجة ولكننا في مجتمع الإمارات لدينا الإسراء الممتدة الإسرة الممتدة هذه أيضا في مجتمع الإمارات تتكون إلى إسرة ممتدة بسيطة وإسرة ممتدة مركبة نحن في دولة الإمارات لازمنا في نطاق أيضا الإسرة الممتدة المركبة وبالتالي لدينا أعمام لدينا أصهار لدينا أخوال لدينا لازمنا محافظين على هذا الجانب وأعتقد نحن عادة في الزيارات وفي المناسبات وفي الأعياد المكون العام أو الالتقاء العام الجماعي يكون لدى الإسرة الممتدة المركبة وبالتالي عندما يكون لديها مجموعة من الأخوال أو مجموعة من الأعمام العائلة. فنجد أن هذا الالتقاء جيد. لكن التوقيت عادة أنا وجدت نظري أنه يفترض أن يكون فيه اتفاق فيما بين الزوج والزوجة. على أن المدهة الزمنية التي نمكثة مثلا في بيت أهل الزوجة أو أهل الزوجة يكون متفق عليها. أنا وجدت نظري أن يعتقد أنه لا أشكالية فيه. لو بدأنا صباح اليوم العيد الأول مثلا في بيت أهل الزوج. ومن ثم ختمنا نهاية اليوم في بيت أهل الزوجة. لا أشكالية. وعادة بطبيعتنا كأسة المركبة مثل ما خبرتكم. التوقيت ما يفرق عندنا. بالعكس الأبناء يستأنسون أكثر عندما يكونوا في بيت الجد والجدة. ويجتمعون مع الأهل. مع الأقربة. مع أولاد الأعمام. مع أولاد الأخوال. فبالتالي أتكيت الزيارة. متى يصير بالنسبة للتوقيت؟ عندما تكون زيارة إلى الأقربة إلى الجيران الأبعد عنها. لكن زياراتنا إلى هذه الإسراء المركبة في نطاق العائلة الواحدة كلما كانت أطول. أنا وجدت نظري كلما كانت صحية أكثر. لأنها تزيد من التلاحم. تزيد من التعارف. اليوم الحمد لله يمكن ولد العم يعرف ولد عمه. ولد الخال يعرف ولد خاله. لكن في مجتمعات أخرى أعتقد أنه لا يوجد التواصل. بالعكس في بعض المجتمعات ربما لو سئلت عن عمته أو عن خالته. لا يعرف عنها شيء. يقول لك آخر مرة أنتواصلت معها قبل ثلاث سنوات. فإننا الحمد لازمنا محافظين على هذا المكون. والزيارات وتواصل الزيارات المستمرة أيضا لله الحمد في التصاعد جيد. أستاذ يعني حتى اليوم صاروا الأبناء قبل سنة الزواج. صار لهم كذلك موضوع المشاركة في إبداء الرأي. لا أبوي. لا أموي. نبغي نروح بثان بيت عمي أول. نحن نشعر بالسعادة أكثر هناك. والعائلة تكون مثلا في حد من سنانة مثل ما نقول. يعني من عمري موجود هناك. صحيح. فأنا حتى أستان أسمع أكثر. صحيح. خصوصا دائما يعني المواضيع النقاشات يعني كبار السنة والأم والأب بتختلف عن يعني يجي للشباب اليوم. كيف ممكن حتى نعطي الفرصة هذه لأبنائنا أنهم يشاركون ويبدوون الرأي. سؤال رائع جدا أخي إسماعيل. الله أعطيك العافية. وللأمانة يعني بالفعل. نحن اليوم تطورات الحياة أفرزت المشاركة في اتخاذ القرار. فبالتالي اليوم الأبناء لهم دور كبير جدا في المشاركة في اتخاذ القرار. وهذا حقهم أيضا. فأخي إسماعيل اليوم الإسرة مكونها مكونات الإسرة أركان الإسرة الزوج، الزوجة، الأبناء فهؤلاء شريك رئيسي بالنسبة لنا. فأنا وجد نظري أنه أيضا عملية الاتخاذ القرار الفردي بين الزوج والزوجة ويعني عدم إشراك الأبناء ظهر غير صحية. فبالتالي يتوجب على الإسرة المتميزة الإسرة التي تعمل بمبدأ التشاور، بمبدأ المشاركة وحتى أني أيضا يعني أعد جيل قادر على اتخاذ القرار جيل قيادي في المجتمع فإشراك الأبناء ضروري جدا مشاورتهم أيضا. أنا على سمثال أول يوم العيد قبل العيد بيوم. نجلس مثلا في مساء العيد. نحط خطه خطه مع أولادي. أنه اليوم الزيارة وين بتكون؟ مثلا نبدأ وين بتنتهي وين؟ السيناريو هذا ممكن يتغير لو صار أمر طارع رتبنا السيناريو. سيناريو كان بحيث أن الإجازة تكون ثلاثة أيام. وسيناريو آخر بحيث أن الإجازة تكون الإجازة أسبوع مثل ما تفضلت أيضا قرب الأبناء من الأهالي. نجد بالفعل بعض الأبناء يحبذون مثلا أهل الزوج جدادهم من الجد من الأب وبعض الأبناء أيضا ربما يحبذون الجد من الأم فنترك لهم اتخاذ القرار. نترك لهم نوع من الحرية. ولكن في إطار حدود معينة. الثوابط لا بد أن نغرسها في نفوس أبنائنا. نعم لكم أولويات. وربما أنتم تحبذون أو لكم الرغبة في أنكم تمضون وقت أطول في بيت الجد من الأب أو بيت الجد من الأم. ولكن يظل أيضا هناك أولويات بين الجد أيضا من الأب والجد من الأم لحق علينا. ولا بد أن نمي فيهم مثل هذه العادات الجيدة التي تواردناها من أبعها. طبعا أهم شيء هذا التواصل ما بين الأسر والعائلات. سواء كانت في الأيام العادية وحتى في المناسبات شكرا لك أستاذ شيف الشفيري على اللقاء وهذه المعلومات البسيطة حول كيفية التعامل في أوقات الزيارات. مشاهدينا انتهت فقراتنا لي اليوم وانتهت حلقتنا أيضا في برنامج الصباح الشارقة. نلقاكم إن شاء الله باتشر على خير في مواضيع منوعة ومختلفة في أمان الله وصلنا مشاهدين للختام مشوار الصباح الشارقة لهذا اليوم. نشوفكم إن شاء الله في نفس التوقيت تقبل وتحياتي وتحية الطاقة من العمل. إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة